عليكم السلام وحباتي أهلا وسلم بكم في برنامجكم اسألوا أحمد صبح منصور نذكر بأن الأخوة الذين يأتون إلينا جددا ويسألون أسألة سبقت الإجابة عليها عليهم أن يرجعوا إلى المحاضرات أو للندوات القديمة أو إلى المنشور في موقعنا هذا القرآن ونهيبوا بالأحبة الذين يتابعوننا أن يرشدوا أولئك الذين يتساءلون بكتابة الروابط إليهم هنا سؤال يقول قال جل وعلا والقناتين موسى الكتابة فلتكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل دي الآية 23 سنة ولتكن في مرية من لقائه ومتى التقى موسى والنبي محمد فلتكن في مرية من لقائه فلتكن في شك من لقائه فهنا بقى عزين توضيح أول حاجة أن ربونا سبحانه وتعالى أخذ العهد والمثاق على كل الأنبياء بالذات يعني في عهد ومثاق على كل البشر وذي أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذراتهم وأشعدهم على أنفسهم في عهد ومثاق أخذ على الأنبياء كلهم ده في عالم الغيب أبو سبحانه وتعالى قل وذي أخذ الله ومثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنه قال أقرأتم وأخذتم مع ذلك إسرق قالوا أقرأنا قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين ده لا واحدة من صورة العمران وداء العهد اللي ربنا أخذوا على كل الأنبياء مع بعض على أنفس الأنبياء قبل أن يجدوا في الوجود الحسي بعد كده جاءت إشارة عن هذا العهد والمثاق الذي كان في عالم الغيب في صورة الأحزاب نفهم منه أنهم سيلتقون جميعا يوم القيامة بناء على ذلك العهد يقول سبحانه وتعالى وإذا خذنا من نبينا ميثاقهم ومنكا ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وابن مريم وخذنا منهم ميثاقا غليظة ده فات بعد كده ربنا قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليم ده الآن سبع وتواني من صورة الأحزاب يبقى أخذ العهد عليهم والمثاق عليهم هم في عالم الغيب وبعدين لما يرجعوا بقى إلى يوم القيامة حيسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليم شوف كل الأنبياء والصدقين والشهداء والصالحين سيتلاقون يوم القيامة ويكونون رفيقا واحدا يدخلون الجنة كش الجنة مع بعض وربون آلهم ونطع الله والرسول فَوَلَكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا خلي بالك أن كلمة واحدة يقول لك رفيقا الأعلى دا حرام ليس كلمة الرفيق دا منصفات الرحمن سبحانه وتعالى شوف يعني محمد عليه السلام لم يلتقي بموسى دا زمن موسى مات وفي البرزخ ومحمد كان موجودا بعده مثلا بأكتر من ألف سنة يعني كيف يلتقيان وده اللي ربنا قال عليه يعني في سورة القصص ربنا قالت لموسى الكتاب من بعد ما هركت القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة العلمة الذكرون ويمبغل النبي وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من شاهد يعني يما كنت ما كنا بنتكلم مع موسى في جبل الطور أنت ما كنتش موجود ولكن أنشأنا قرون فتطور عليهم العمر وما كنت ثويا في أهل مدينة تطلع عليهم مدينة ولكننا كنا موسيني أنت ما كنتش برضو موجود في أهل مدين وبعدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا يعني ما كنتش موجود لما ربنا سبحانه وتعالى نادى موسى عند جبل الطور يبوزا استحالا أن يكون التقى موسى ومحمد عليهم السلام في هذا الدنيا لكن سيلتقيان في اليوم الآخر وفي الجنة سؤال بعد كده واحد بسؤل أنا وزوجتي لنا حساب مشترك في البنك عند موتي كيف سيكون توزيع المراث أقول من المهم أن تعرف نصيبك في هذا الحساب البنك أنت عارف أنت دفعت كام وعطيت كام وكذا وعند موتك لها الربع فيه إن لم يكن لك ولد ولها الثمن إن كان لك ولد واحد بيسأل بقول إحنا دائما نقول وكفى الله المؤمنى القتال الكلام ده صح أقول لا يعني في القرآن الكريم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لما نالوا خيرا وكفى الله المؤمنى القتال وكان نقول عزيزي الآية 25 دا موجودة في القرآن الكريم ف اللي استشد بها يعني نقلب لك بعض الآيات القرآنية بتصبح مثل مثل على ألسنة الناس زي ما يقول لك إن الله مع الصابرين هذه آية قرآنية لكن الناس يعني خلاص بتقول دا مثل يقول لك وكفى الله من شر القتال ما فيش فيه شر القتال يوم وكفى الله من القتال واحد بيسأل يقول أنا متعجب بنحكات إن الملائكة عند لما يتوفوا الكافرين بيضربوهم بيضربوا مين ما الجسد مات أقول له لا الذي يحدث عند الاحتضار أن نفس الميت تخرج يعني فلو لذي بلغط الحقوم وأنتم حينها زي تنظرون ونحن أقرب وليه منكم وليك النفس تخرج وخالبالك النفس دي هي فيها يعني هي الكائن الهلامي اللي مسك الجسد اللي هو بيحتل الجسد وفيها نفس ملامح الجسد الوجه والإنين والرجلين والطول والعرض نفس الوجه والدري على كده أنه عند البعث وعند الحشر الناس بتعرف بعضها أو ما فهو المرء من أخي وأمي يعرف أخوه وأبوه إزاي هو الجسد انتهى لكن النفس اللي هي بتعب بتبعث بيكون هي نفس الوجه ف الملائكة حين تأخذ أو حين تقبض النفس ف إذا كانت النفس ديها نفس مؤمنة فلا خوفنا عليكم ولا أنتم تحسنون إذا ديها النفس نفس كافرة يبقى بتمسكها بالشدالية والإعلام طاق تيك طاق تيك وده دا ربونا ذكر ربونا ذكر دا عن بعض الصحابة الكافرين في عهد النبي نقول ذلك وأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف يضربون الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ستة وعشيئ إلا تبعنا عشرين سورة محمد فكيف يضربون الملائكة يضربون وجوههم يعني يضربوا على وجهه بالألم أو بالبنية ما تعرفش طبعا هم كلهم طبعا الملائكة والنفس دا كلها من يستوى برزاق الواحد في الوقت دا ويضربوا بالشلوت وأدباره دا اللي هو عن الناس الكفرة اللي هم صحابة وكانوا موجودين مع النبي ربنا ما تتكلم بقى عموما عن الكافرين دي في صورة الأنفال الآي خمسين يقول لك لو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق هم زمن الملائكة لما يكون واحد ميت وهو قد عمل عملا صالح مات متقيا فلما يشوف الملائكة ينتابه الذعر وضع جديد ما عرفوش فطلوا لا خوفنا عليكم ولا أنتم نحزرون يتطمنوا طبطب عليه إلى آخر الثاني بقى سعدهم ونشوفهم وقولهم رب يرجعون لعلي أعملوا صالحا فيما تركت لا دول بنزلوا فيه ضرب ربنا سبحانه يتقبلنا ويعني يتوفانا مسلمين شكرا أحباتي وعليكم السلام ترجمة نانسي قنقر